السلام عليكم صباح الخير ومساء عليكم يميعا يملوك يارب تكونوا بأحسن وأفضل حال دايما معاكم محمد هلال في بداية دي في مجال الفوركس حاولت كتير أن أدور على وسيط يكون فيه أمان فيه موثقية فيه اعتمادية كبيرة جدا بروكر يخليني أشتغل فوركس كده وتداول وأنا مرتاح من الشاي الهم أي حاجة شاي الهم مثلا أن ساحبي يتأخر أو صعوبة في الإداع أو أن أنا أتواصل مع الساببورتس أنا عايز حاجة فيها موثقية جديدة وفقالة لفت كتير جدا واشتركت في حوالي أربع شركات بعد بحث رهيب جدا أسامي كبيرة جدا يعني بدون ذكر أسماء عشان في الأخير أقدر أن أنا أوصل لشركة تكون معايا بشكل دائم ومستمر وبعد بقى يعني شهور واسنين تعب في المجال أنا عايز ألتزم فيعني بفضل الله والحمد لله استقريت على شركة إكسنس لأن لقيت فيها مزايا كبيرة قوي 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 قولها لك في الفيديو ده وتلاقيت فيها موثقية كبيرة جدا يعني شركة ما بنصدرش يعني شركة بقالها دخلة في البيعالها حقا أكتر يعني دخلة في الستاشر سنة شغل ستاشر سنة معانا في السوق معانا بقى بدون أي مشاكل وبدون أي ريفيوهات سلبية من أي حد وفعلا تلاقيت لها احتياطات نقضية كبيرة وضخمة جدا تفوق أي شركة يعني قدر قولي أنها شركة يعني أكبر شركة من وجهة نظري أن هي رائدة في المجال الرقم واحد على أسلم ما أنا بتكلم في الشرحات بتاعت الشرحات اللي فاتت بتاعت الفوريكس بتاعتنا بقول دي من أحسن شركة في العالم فمش ببالغ تمام؟ ولما مثلا قرأت خبر زي ده علشان أشوف وأعرف حجم التداول بتاع إكسنس يعني عمل إزاي؟ أنا مش عارف أقرأ الرقم يعني أنا مش عارف أي تريليون دولار ورقم رهيبة يعني يعني رأس مال الشركة كل يوم في ازدياد جامد جدا وبنسبة عالية جدا ملايين مليارات حرفيا وده حسب يعني كلام مجلات مالية عالمية كبيرة جدا يعني مجلة عالمية مثلا زي فوكس ماجناتس وغيرها وغيرها ويعني يعني موثقية كبيرة واعتمدية كانت أكبر حاجة لازم ألاقيها في البروكر إن أنا هشتغل معا حتة الموثقية بصرف النظر بقى عن الشركة عندها مقرات رسمية في بلاد كتير جدا في أبروس وفي بلاد كتير جدا يعني بس كان أهم حاجة إن أنا أشوف بعيني ترخيص مالية معتمدة وترخيص تقيلة مش أي ترخيص كده والسلام أنا يعني موثوس جدا في الحاجات دي دايما ما بحبش أريح دماغي واشوف هنا وهنا وأرائب أدق التفاصيل وروفيوهات واشوف الدنيا عاملة إزاي كده ففي الأخير أنا كمحمد هلال استقريت ويعني ومش محمد هلال بس ده فيه كبار المتدولين برضو بدون ذكرى أسماء ناستقلاوي أنا وغيري استقرينا على شركة إكسنس ليه كبروكر لينا مدى الحياة وطول شغلنا وعملنا في مجال الفوركس مجال التداول ليه لا أسباب كتير قوي 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 عدوا معايا وما تشوفش الفيديو ده إن هو إعلان ماشي لأن هو مش إعلان هو أنا جاي أفيدك علشان لو أنت داخل جديد في المجال أو لسه متخبط تدور على بروكر الفيديو ده فيديو بمثابة خير ليك وإنك أنت تعرف أنت ماشي فين ورايح فين بالظبط رقم واحد إن أنا تطمنت إن هي لها مقارات رسمية أصلا موظفين كتير مقارات رسمية في بلاد كتير جدا رقم اتنين إن أنا لقيت ترخيص تقيلة جدا ويعني مش سهلة أي شركة تجيبها وتأكدت منها بالفعل من الجهات المالية زي مثلا مثلا يعني FCA دي من أقوى الترخيص اللي أنا شفتها ترخيص هيئة لأوراك المالية الابروسية سايسك وكمان يعني هيئت رقبية على الخدمات المالية هيئت كتير ودي من أقوى الترخيص البيروتونية اللي هي FCA فأنا شفت ترخيص دي ترخيص كتير بس منهم الترخيصين اللي أنا قلتهم FCA وسايسك فأنا تطمنت أنا كمتدول أنا تطمنت ودخلت على اللينك بتاعهم وحطيت رقم الترخيص وشفت أنا مش بدور كده وبقرأ كده وخلاص لأ أنا بقولك أنا كمتدول بركز في أدك التفاصيل إن أنا تخليني أشتغل مع بروكر أنا برتاح له رقم ثلاثة ريفيوهات إن أنا شفت ريفيوهات كتير جدا وكويسة جدا يعني ريفيوهات من مواقع رسمية زي Investing و Trust Pilot وغيرها من المواقع التقيلة التانية اللي تعرفك قد إيه إن الشركة دي تقيلة فعلا رقم أربعة إن وسيلة السحب والإداء فيها وده أكتر حاجة يهمنا كلنا كمتدولين لحظية سهلة وبسيطة وجميع طرق السحب وجميع طرق الإداء مفيش أي تحقيدات فعلا فعلا already جميع الطرق تخليك كده مستمتع كده وإنت شغال إن مفيش درب معك بيقابلك يعني أنا آخر سحب ليا إمبارح زي ما أنا قلتلكو على جروبة الجرام ده سحب 10,000 دولار عملته في سحب واحدة بس وممكن أن أقدر أعمل كذا سحب في اليوم حتى 50,000 دولار للمرة الوحدة بيوصل لحظيا على أي وسيلة أنت عايزة رقم خامسة الاسبريد والتلاعب الاثنين دول كان أهم حاجة عندي في اختيار البروكر اللي أنا هشتغل معه والوسيط الفوركس اللي أنا هشتغل معه ما تلاقيتش أي تلاعب خالص الاسبريد قليل جدا في شركات بدون ذكر أسماء مليانة تلاعب بتتلاعب بالسوق وتفتح في أماكن وتغلق في حاجات كده مستفزة جدا دي ما تلاقيتهاش في شركة إكسنس ولا مرة وغيري ما تلاقيتش رقم ستة إن ما فيش عمولة سحب وإداع زي ما بقيت الشركات بتجبرك يعني أنت مثلا تعمل سحب أو تقول لك إحنا هنخسم خمسة دولار عشر دولار إحنا هنخسم سي كذا مثلا من السحب ومن الإداع من الاتنين في شركات كده والله وأنا جربت أنتو الذكرى اسمها فإكسنس ما بتعملش كده ما فيش عمولات ولا سحب ولا إداع في إكسنس فأنا مرتاح جدا رقم سبعة جميع الأصول موجودة يعني أنا مش مش أنا عايز والله أشتغل النهاردة مش أزواج بقى يورو دولار ودولار ياباني أنا عايز أشتغل عنوات رقمية هلاقي عنوات رقمية أنا عايز أشتغل أسهم هلاقي أسهم يعني أيا كان أنا عايز أشتغل إيه هتلاقيها في إكسنس رقم تمانية يعني شركة إكسنس عندها تريمينل خاصة بيها منصة تداول خاصة بيها يعني أنت بتسجل في إكسنس لها بقى منصة زي MT4 و MT5 سهلة جدا وبسيطة جدا ومستقرة جدا بترسم عليها زي ويمكن أفضل وثلثة قوي وبسيطة والأكشن بتاعها فإنك تاخد الصفقات وتطلع منها وتخرج وستو بلوز وتكبر رفت الأمر فيه ثلاثة غير طبيعية وفيها جميع اللغات باللغة العربية فالمنصة إنها توفر لي حاجة يعني منصة مستقرة تريمينل قدرة تعامل معها زي دي مستقرة مفيش تهنيك مفيش أي حاجة ده شكرا جدا رقم تسعة ويمكن دي كانت حاجة مميزة جدا بالنسبالي إن فيها دعم يعني أقل ما يقال عليه إن هو ممتاز وشابوك جدا لكل واحد في الدعم محترم لأن أنا كل مرة لما بكلم الدعم أسأل عن حاجة في حاجة تايها عني في مشكلة قبلتني في حاجة أنا عايز أستفسر عليها لقيت دعم بيرد في فسها وما فيش فساني يعني أنا بفتح التابوية بتاعت الدعم أكتب بالعربي دعم عربي مميز وفي دعم إنجليش بيردوا علي ويحلوا ويفضلوا معاك لو وصلت إنهم يتصلوا بيك الدنيا تمام جدا جدا في مسألة الدعم وسريعة بلص كده إن مش دعمه بس لا ناس فهمة مش مثلا يقول لك إيه والله يقفل زي مثلا يقفل الراوتر ويفتحه تاني أو الحاجات المستفزة دي لا يحللك المشكلة ناس فهمة مشغالين ناس فهمة مش بيتعبوك فدي كانت حاجة مميزة جدا بالنسبالي حدلك بقى ركب 11 وخمسين ومية يعني هفضل أقول مزايا الإكسنس بصراحة كتير طيب يا محمد يهلال هل في عيوب الإكسنس مفيش أي حد في الدنيا كامل مفيش أي شركة ملهاش عيوب مفيش مفيش أكيد أكيد لها عيوب بس أكسم بالله حرفيا أنا أنا أكلم عن نفسي أنا كمحمد هلال شغال فيها من سنين أنا ما تلاقيتش أي عيب لحد اللحظة اللي أنا بسجل فيها الفيديو دي يا ملوك لحد اللحظة دي ما تلاقيتش أي عيب واحد أقدر أن أنا أذكره والله يعني أنا وانا بكتب الاسكريبت أو أنا بقول أنا بطناركش معكم طب يعني عايز أقول عيب عشان ما أكونش أوفر أوي أو مثلا أكون محايد والله أنا ما لقيت أي حاجة تخليني أقدر أقول أني في عيب واحد في إكسنس بس فأنا كنت طالع النهاردة علشان أطمن أي حد متخبط أو عمال يفكر أنا أشترك مع شركة كذا شركة كذا في أسامي كتير لأ أنا جاي أقول له والله شركة إكسنس كويسة جدا اشترك فيها أنا جاي والله خير ليك وجاي يعني أفيدك وانت دور يعني وانت خد مني الكلام ودور أنا لحد اللحظة دي ما تلاقيتش أفضل من إكسنس هتلاقي بقى رابط تيركت إكسنس لو أنت عايز تشترك في اللينك اللي تحت عشان تاخد مميزات ومزايا كده كويسة جدا وكمان هتلاقي رابط تريكس فوريكس جروب بتاعنا على تيليجرام اللي عدى ل 32 ألف ملك لازم تكون من علية الملوك كل يوم بنعمل عظمة توصيات وحاجات كل يوم حاجات عظمة بس كده شباب انتهت حلقتنا على ألف خير وكنت مبسوط جدا وأنا معاكم النهاردة أشوفكم دايما في أحسن وأعظم وأفضل حال دايما كان معكم محمد هلال سلام عليكم